السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناة شيوة تائشة نتمنى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله هنقدم لكم غلاس عائلي او يلجوا عندكم الضياف كي يجيب مضاق ولا اروع كنحتاجوا فيه فقط 3 مكونات كي يجي الشكل دياله راقي جدا جدا فمنطول شاركو مندوز نشوفو مع بعض المقادير وطريقة تحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة نحتاجوا هنا بالنسبة لهذا الغلاس لثلاثة ديال المكونات فقط عندي هنا اربعمائة ميلينيتر ديال الكريم فخيش بارده تكون باردة نكون ندرناها في تلاجاتها باردة مزيان عندي كذلك هنا الحليب المركز تستعملوه بأيين كهابريتو عندي هنا تقريبا تقريبا تربعمائة جرام ديال الحليب المركز المحلة بيانسور ونحتاجوا هنا الملعقة كبيرة ديال كاراميل ويلا ما متوفرش عندكم فكتعودوه فقط بكيس من سكر الفاني ونبدوه على بركتي الله اول حاجة كنبدو بيها فانسالة ديال غادي نوضع أربعمائة جرام ديال الحليب المركز المحلة بيانسور ونضيف عليه ملعقة كبيرة ديال كاراميل او كيف سبق لي قلت لكم بإمكانكم تعودوا بأيين كام توفر عندكم او فقط بكيس من سكر الفاني نخلطوه الكل جيدا كيف كتلاحظو معايا مقادير بسيطة فقط ثلاث مكونات كيجينا بيها غلاس ولا أروع غادي نجيبها نطخ سالة ديال غادي نوضع فيه لك خيم فخيش ضروري انها تكون باردة نوضعها قبل فتلاجة تتبرد مزيان ونحاولو نمطوها بالاستيعانة بينسور بطراب الكهربائي بشكل جيد حتى كيبلينا الحجم ديالها تضاعف وقبطعت راسها مزيان فكتصبح لدينا على هات الشكل هدا كيف كتلاحظو معايا وهنايا كإضافة فقط بش كيجينا داك لغلاس كخوكم من الداخل هنايا ضفتليه القليل من سبيكولوس مهرمش بإمكانكم تعودوه بأي نوع ديال بسكوي متوفر عندكم في البيت أو كتضيفو ليه القليل من اللوز مهرمش ومحمر فكيجي رائع جدا جدا وكيف سبق ليكت لكم بحجم عائلي تقدرو تقدموه للأسرة الصغيرة وإلى جوا عندكم ديال فكيحمر لكم الوجه كيجي ريد بزاف بزاف اللي داكو ما كيشبعش منه غنستمر حتى نكمل الكمية ديال البيسكوي اللي عندي نوضعو لغلاس ديالنا في أي مول على حسب الرغبة أنا هني استعملت مول على هات الشكل هدا على شكل مستطيل اللي من الأفضل أنا نغلفوه بلاستيك غدائي باش كيسهال علينا نزولوه من بيت هدي نجيب الخالد ديالي لديالا غلاس ونوضعو فيه بهات الشكل هدا كيف كتلاحظو معايا غدي نوضع الكمية اللي غدي هزليه المول أنا هني قدني المول في الكمية كاملة ديالا غلاس اللي عندي كنحاولو نعمرو مزيان دوك الجواني بلا غلاس باش كيجينا الشكل ديالا غلاس رائع جدا جدا بالاستيعانة بإنسباتول وفقط ملعقة كبيرة كنحاولو نقدوه باش كنحصلوه على سطح مستوي كنوضعوه في المجمد على الأقل ستت سوايا حتى كيبالينا قبط رسو وجمد مزيان بشكل جيد عاد كنقدموه وهدا هو الشكل ديالو بعد ما جمد زينتو بخطوط من الكاراميل مع القليل من اللي بيسكويت فممكن تزينو بطريقة اللي بغيتو الاهم انهو كي جديد بزاف وكيف رحتو معايا سهل في تحضير وبما ضاق هائل جدا جدا فكن نصحكم انكم تجربوه فاكيد غدي نلعجب ديالكم فكنشكركم جزيرة الشكر على المتابعة ديالكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء في وصفة مقبلة بحول الله